بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عرفنا في خبر سابق ان وزير التربية والتعليم عمل مبادرة بتوفير دراجة لكل طالب جمعة او طالب في معهد عالي ومش بس كده كمان المواطنين بقى في مبادرة ليهم بتوفير دراجات لكل المواطنين عايزكم تكتبولي في التعليقات كده اتخمنوا سعر العجلة هيكون قدية طبعا هي مش هتكون مجانا اكيد هتبقى بسعر المفروض انه هو سعر رمزي فياريت شاركونا في التعليقات وقولونا تخمينك ايه كده لسعر العجلة هتكون في حدود كام تعال نشوف مع بعض سعر العجلة هيكون كام خمس تلاف جنيه متوسط قيمة الدراجة في المشروع القومي للدراجات يعني الدراجة المتوسط بتاعها خمس تلاف جنيه ليه هي فيه انواع منها فيه انواع مختلفة من الدراجات واسبلكو الرابط بتاع مصدر الخبر في اول تعليق تعال نشوف مع بعض كده انواع الدراجات حددت الدراجة التي قعدها الاتحاد المصري رياضي للجامعات متوسط قيمة الدراجة في المشروع القومي اللي هو دراجة لكل مواطن خمس تلاف جنيه المرحلة الاولى من المشروع هتحتاج ستمائة دراجة باجمالي تلاتة مليون جنيه نوهت بان الدراجات لها تلات مستويات فيه بقى منها دراجة الطرق زي ما احنا شايفين في الصورة كده ديه دراجة الطرق يتراوح سعرها بين تلاتة لستة لاف وفيه عندنا الدراجة البي ام اكس وديه بيتراوح سعرها من ستة لتمانية انا مش عارف فين البي ام اكس دي مفيش صورة لها وفيه عندنا الدراجة الهاجينة ودية بتراوح سعرها من الفين وتمنمية لتلات تلاف وربعمية يعني يعتبر اقل حاجة عندنا الفين وتمنمية واعلى حاجة تمن تلاف يعني المتوسط زي ما قالوا هيبقى خمس تلاف جنيه للدراجة وزير التعليم العالي اعلن قبل يومين عن موافقة المجلس الاعلى للجامعات على مقترح المشروع القومي للدراجات بالنسبة لمعاد اطلاق المبادرة دي تقالك هتنطلق المرحلة الاولى من المشروع القومي اللي هو دراجة لكل طالب مع بداية العام الدراسي الجديد يعني في شهر تسعة الجاي ان شاء الله هيفتدوا في المرحلة الاولى من توزيع الدراجات دي بالنسبة للفلوس هل تدفعوها مرة واحدة لا بالنسبة للطلاب هيدفعوها على مدار الاربع سنين او الخمس سنين بتاعة الجامعة وفي الوقت نفسه اعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق مبادرة اللي هي دراجة لكل مواطن المواطنين بقى مش الطلاب بتكلم على المواطنين اللي هو الناس العادية يعني بتستهدف تغيير ثقافة الانتقال عايزين يغيروا يعني بدل ما بنركب مواصلات الكل يركب دراجات وهتكون سعر الدراجة اقل من سعر السوق يعني هتبقى في حدود الدراجة بالنسبة للمواطنين هتكون الدراجة اللي هي الهاجينة دي دراجة العادية هتكون في حوالي متوسط 3000 جنيه يبقى بالنسبة للمواطن متوسط حوالي 3000 جنيه وللطالب بتبدأ من 2800 لحد 8000 جنيه عايزكوا تشاركونا في التعليقات وتقولونا ايه رأيكم في الاسعار دي هل انت كنت مخمن فعلا ان السعر يكونك بالشكل ده ولا كان ايه تخمينك له وهل لو هي بالسعر ده فعلا هل هتجبوها ولا ممكن ناس تقولك لا طب انا ايه اللي خلينا ندفع مبلغ زي ده وما يجبوهاش قريب ان تعرفونا رأيكم في التعليقات شكرا لحضرك و السلام عليكم